أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور أن أسبوع المرور 2021 يأتي في ظروف صحية عالمية وضعت تحديات أمام كثير من المجالات إلا أنها كانت دافعا إضافيا للإدارة العامة للمرور لبذل المزيد من الجهود وضاف المدير العام للإدارة العامة للمرور أن هذه الجهود تأتي بفضل دعم ورعاية مع الوزير الداخلية حيث تمكنت الإدارة من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الخدمات وتطويرها إلكترونيا وزيادة وعي الجمهور من خلال حملات ومبادرات إعلامية بالإضافة إلى خفض معدلات الحوادث المرورية خاصة البسيطة وانخفاض كبير في بعض المخالفات نتيجة وعي الجمهور وتعاونه مع الإدارة العامة للمرور وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور حارصت على إطلاق حملة إعلامية واسعة خلال أسبوع المرور استمرارا لما يتم تقديمه طوال أكثر من ثلاثين عاما من الأسابيع المرورية وكانت تحمل في كل عام طابعا مختلفا وموضوعا محددا إلى أن التحديات المرورية أخذت في التغيير مع التطور التكنولوجي ونمو الاقتصادي والسكاني وقال العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة إن تقديم الخدمات استمر دون تعطيل في ظل الجهود التي يبدلها منتسبوا الإدارة جميعهم من ضباط وأفراد ومدنيين سواء في مبنى الإدارة العامة للمرور أو المراكز الخارجية المنتشرة في جميع المحافظات ومكاتب مباشرة الحوادث المرورية ترجمة نانسي قنقر